السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وذو 11 الحادي 10 سبتمبر عام 2001 استطاعت المملكة العربية السعودية وتحديدا وزير خارجيتها الحالي الذي كان سفيرا للمملكة في الولايات المتحدة الأمريكية استطاعت أن تكشف هوية الحرس الثوري الإيراني عادل الجبير بذل جهودا يجب أن يسجلها التاريخ في كشف الهوية الحقيقية لإيران ولحرسها الثوري في الجرائم التي ارتكبت في العالم لقد كشف عادل الجبير للرأي العام الأمريكي وللمسؤولين الأمريكيين بشكل مبكر الدور الخطير والخبيث للحرس الثوري الإيراني في أحداث الحادي 10 من سبتمبر التي نفذتها القاعدة والتي اختارت إيران لتنفيذها الغالبية العظمى من المنفذين من الجنسية السعودية لماذا؟ لكي تقع الفتنة بين الوحش الغربي المفترس وبين الأمة العربية وتحديدا المملكة العربية السعودية التي تمثل الأمة وترمز بما فيها من مكة والمدينة للإسلام والمسلمين هذا هو الدور الإيراني الخبيث تاريخيا الغرب يعرف هذا الكلام الغرب يعرف هذا الكلام منذ أكثر من 20 عاما المخابرات الغربية تعرف هذا الكلام لكن الإعلام الغربي لا يتحدث عنها القضاء الأمريكي حكم بمصادرة أموال إيرانية في الولايات المتحدة لصالح التعويض لذوي ضحايا 11 من سبتمبر وهذا ما يؤكد الاعتراف الأمريكي والغربي بالدور الخطير للحرس الثوري الإيراني وبأنه حرس ثوري إرهابي وبأنه يقوم بأعمال خبيثة لزرع الوقيعة بين المسلمين والدول المتوحشة في هذا العالم أي الغرب المتوحش أي الولايات المتحدة التي دمرت أفغانستان والعراق بحجة 11 من سبتمبر ولم تقدرب من إيران بل سلمت إيران المفاتيح الذهبية لحكم العراق اليوم البرلماني الأوروبي متأخرا أكثر من 20 عاما يعترف بأن الخرس الثوري منظمة إرهابية الخرس الثوري الإيراني جرت تصويت في البرلماني الأوروبي على اعتماده كمنظمة إرهابية راقبوا الذين صوتوا لصالح القرار بأكثرية مطلقة طبعا هم 598 يعني تقريبا 600 من أعضاء البرلماني الأوروبي صوتوا ليؤكدوا بأن الخرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية هذا بعد 20 عاما من الكلام السعودي والوثائق والحقائق التي قدمها عادل الجبير تخيلوا أن 9 فقط في البرلماني الأوروبي عارضوا هذا القرار 9 فقط لعلهم من أصول إيرانية موجودون في البرلماني الأوروبي وأن 31 فقط امتنعوا عن التصويت هي كلمة فقط لا تستخدم إلا لرقم واحد في اللغة ولكن تصوروا ضآلة العدد وصغر العدد 31 هم الذين امتنعوا 9 الذين رفضوا و600 هم الذين أكدوا أن الحرس الثوري منظمة إرهابية ورغم ذلك أقول لكم بأن هذا القرار من الاتحاد الأوروبي هو قرار للتضليل والتعمية لا زالوا يتصرفون بخبث كالخبث الإيراني لا زالوا يتصرفون بتقية كالتقية الشيعية المعتمدة في إيران تجاه الأمة العربية والإسلامية وقضاياها ماذا يعني قرار البرلمان الأوروبي؟ نحن نريد قرارات من الحكومات وليس من البرلمانات قرار البرلمان يلقى به في سلة المهمنات في أي وقت هو قرار غير تنفيذي وقرار غير ملزم ما لم تتمنى هذا القرار الحكومات وتتخذ إجراءات ضد إيران وضد حراسي الثوري يبقى هذا الكلام للضحك على الذقون والضحك على ذقوننا وعلينا ها هم ثلة من أبناء العراق الأحرار وأبناء الأهواز الأحرار يجتمعون في لندن ويحتفلون بمرور 103 أعوام على تأسيس الجيش العراقي بهذه المناسبة أريد أن أربط بين الحدثين أريد أن أربط بين الحدثين لقد حارب العراق إيران ثماني سنوات ثماني سنوات حرب طاحنة بين العراق وإيران ولكن العراق الذي نجح في التصدي للغزو الإيراني ونجح في وقف المشروع الإيراني ونجح في تجميد هذه الغزوات الخمينية الإيرانية لبلادنا لأكثر من عشر سنوات أو عشرين عاماً فشل في واقع الأمر أمام هذا النجاح في التعريف بإيران وفي تعريف إيران بأنها عدو فشل في إقناع الرأي العام العربي بهذا الأمر رغم أن العراق كان يدفع الأموال للصحفيين والصحافة العربية المنتشرة في الغرب وفي الدول العربية لماذا فشل العراق؟ لأنه كان يدفع الأموال لصحفيين غير مؤمنين بالقضية المطلوبة منهم صحفيين من الأقليات بغالبيتهم غير مؤمنين بالقضية مؤمنين بالمال وكان صدام حسين يدفع لهؤلاء المال وكانت جرائد ومنصات وقنوات تلفزيونية وإذاعية كلها موجودة وفيها عدد كبير من الموظفين على حساب العراق والمال العراقي والنفط العراقي ولكنها لم تقم بواجباتها في التعريف بحقيقة إيران وخطورة إيران من المعيب على هذه الأمة أن تكتشف بأن إيران عدوا بعد مرور كل هذه السنين وسقوط كل هذا الكمب الهائل من الضحايا والشهداء وتدمير هذه المدن وهذه القرى وهذه الحواضر العربية في أربع دول عربية عزيزة وكريمة اليوم يحتفلون هنا في لندن بالذكرى 103 على إنشاء الجيش العراقي البطل هذا الجيش الذي أراد الإيرانيون أن يستبدلوه بالميليشيات في العراق لكي يهمشوا دوره هذا الجيش الذي تصدى لإيران وكان يحمل جبهة شرقية للأمة العربية كل الأمة العربية اليوم إيران تهمشه وتضع في مكانه الميليشيات الإجرامية ولذلك أنا أقول بأننا كلنا يجب أن نكون وراء تعزيز دور الجيش العراقي وراء تعزيز دور العقيدة القتالية السابقة للجيش العراقي وليس العقيدة القتالية الحالية وليس القيادة الحالية كلنا يجب أن نقف صفا واحدا في وجه الغزوات الإيرانية التي تحمل طابعا سياسيا وتاريخيا ودينيا وهذه الهجمة أخطر بكثير من الهجمة الإسرائيلية المنطفئة التي استطاع الفلسطينيون أن يحاصروها ويطفئوها وهي اليوم تنتظر الوقت فقط الوقت عندما ترفع الدول الغربية يدها عن دولة إسرائيل فإنها لن تصمد سوى ساعات لذلك هو مشروع منطفئ مشروع مكشوف استطاع الإعلام العربي والوعي العربي أن يحشف هذا المشروع على مدى 75 عاما من وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية لكننا فشلنا حتى الآن في كشف المشروع الإيراني بالكامل لا زالت هناك أناس تؤيد إيران وتصفقوا لإيران وتصدق بأن إيران ستحرر القدس هذا لازال موجودا للأسف الشديد لا أحد يكابر في هذا الأمر هذا موجود موجود ومحزن ومخزي ولكنه موجود وعلينا أن نقف في جبهة الوعي العربي من أجل إزالة آثار العدوان الإيراني العدوان الثقافي والسياسي والعقائدي الذي مرسته إيران على أمتنا طوال هذه السنوات علينا أن نتسلح بالوعي أولا لكي نخشف المشروع الإيراني الحرس الثوري الإيراني على قوائم الإرهاب الأوروبية ليس بعد أنه على قوائم إرهاب البرلمان الأوروبي هذا ليس كافيا على الدول العربية كل الدول العربية أن تبادر بوضع الحرس الثوري الإيراني على قوائمها الخاصة بالإرهاب هنا قوائم إرهاب عربية وهذه القوائم موجودة وهناك دول أعلنت عن قوائم إرهاب عليها أن تضع الحرس الثوري الإيراني على رأس قوائم الإرهابيين حتى نطالب الغرب بأن يفعل بالمثل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته